موسيقى الساعة هلأ تسعة وست دقايق أهلا وسهلا بكل يلي ناطرين فنجان القهوة طبعا من دون سيجارة وضيفنا المصمم اللبناني المبدع والمتميز رامي قادي رامي قادي الشاب اللبناني الشهوف بالأزياء وبتصميم الأزياء وضع لنفسه مكانة مميزة بين كبار مصممي الأزياء بالبنان وقدر بمدي قصيرة أنه يسبت نفسه على الساحة المزدحمة بالمصممين اللبنانيين ويفرض بصمته الخاصة في مجال التصميم والابتكار والابداع رامي قادي أهلا وسهلا فيك موزور بونجورين يا أهلا اليوم أنا بيسعدني كتير استضيفك على فنجان قهوة من دون سيجارة هلأ أنت شربت ناس كافي اليوم زعبرت مزبوط ما بتشرب قهوة رامي وبدون سيجارة لا فضل اشرب ناس كافي صباح هاللقاء يعني أنا كتير بيسعدني خاصة أنه بعد ما تأجل بتتذكر المرة الماضية عصفت وسكرت الطرقات وجلدت أهلا وسهلا فيك بعدين أنت رجعت سفرت مزبوط خبرنا عنها السفرة هايدي السفرة رحت فيها مع ميريام فارس على دبي كنا عنا تصوير لدعاية استغركت تقريبا أربعة أيام من الشغل نعم وبعدين أنا كملت هيك بيكيشون صغيرة خمسة أيام ورجعت على لبنان المرة الماضية كان لقاءنا قبل التلج واجت أولغا لبسة فستان أبيض طويلة كتير كمان شو رأيك بالفستان الأبيض؟ يعني تتميز أنت بفستان العرس المميزة؟ مزبوط هلأ تنحكي شوي عن الفستان الأعراس أنا معروف كل فستان أعراسة بشتغلها على طلب كرميل كل زبونة بعملها متل ما هي بتحب بنشتغلها فستان بس لقلة ما منعيده أكتر من مرة بنعمله لحسب المناسبة وين هو كم شخص بدأت عامله مين رح يكون فيه بالعرس فكل هول بنخدم مع الاعتبار شو التام وكيف الفانيو رح تكون وعلى هالأساس نحن بنعمل فصان العرس وأكيد العروس إجمالا بتكون بعدها صبية وبتحب الأشياء الغريبة فمشن هيك بيجل عندي يعني بحبه الأشياء الجديدة نعم الأوريجينال يعني مش الأشياء اللي فينا نشوفها الترديسيونال اللي منشوفها وين ما كان كمان لاحظت أنه الفصاطين البيضة عندك فستان العرس خاصة بالدخل فيه لمعة يعني بيتميز بتحب كأنك تدخل هيك خيط ذهب فيه غير برجع بقليك حسب كل زبوني نحن بنشتغل بس أنا بالإجمال إذا ما دخلت لمعة بحب دخل كذا ماشي فيتب بعضها تنعتي مثلا أوقات بحب قفة يكونوا منسل أوقات بحب فوت لون بفصة العرس أوقات يعني بحب أعطيه روح جديدة ما بحب خليه مثل ما هو مع أنه حلو يعني بس أنه اللي بيجي لعندي ما بده ياخد قطعة موجودة بالسوق رامي قدي بتترك مجال للعروس أنه تعطي رأيها أكيد أول شي أنا أول اللقاء بيكون بيني وبين العروس أنه هي بتعطي رأيها هي بتقلي أنا بحلم شوف حالي في عالم شوف حالهم صندريون في عالم بده نشوف حالهم بارتي جير يعني بده نيرقصه وينطه ويهيصه في عالم بده نشوف حالها سكسي على نهار عرصة فبيخد أنا هنه شو بحبه برجع بقليك وين العرص رح يكون إن كان اندور ولا اوتدور بتفرق أكيد إن كان في دراج ولا ما في دراج إن كان بس في أصحاب ولا في عيل ولا في سياسية فكل هون ميخدهم بعين الاعتبار وعلى هيدا الأساس نشتغل الفستانت فأول شي بخليها هيد تعطيني كل شي بيخد مننا بعدين انت بتعطيها كل شي طيب في حال هالعروس طال بشي ولا يمكن إنه يلبق له يعني شي عروس مثلا متل ما قلت انت صندريون شي عروس قصيرة وجسمة مليان ناصح يعني أنا بتصور إنه ممكن يقصره وينصحه تقبل معه أو تنصحها لا أكيد أنا ما بعمل شي ما أنا مقتنين فيه بالنتيجة لأنه هيدا دعاية بالنسبة لألي بس لا يعني أجمالا هني بيجي عن ديزاينر لأنه بيوثقوا بالديزاينر عرفت ما راحوا اشتروا قطع خالصة مثل ما هني بدون فهني جايين عن ديزاينر لأنه بظن يعملوا شي جديد جايين لعندي أول شي لأنه بحبوا ستيلة تاني شي لأنه بيوثقوا بزوئي يعني أولا مرة بيجي هيدا المشكلة لأنه حدا بكتير بصر على فكرة وما بتلبق له وبعد هنا نحنا بالفصة العارس بيكون في كتير رئيسات يعني منبلش بخام فهي بتشوف الفوليوم أنه إذا كانت كتير مصررة من عمله أول شي على خام فبتشوف أنه هيدا الفوليوم هي راح تقتني أنه هذا الشيء ما أنه لبق له فشوي شوي منصير منغير يعني كأنه واحد عم بعمر إذا بيديك بيت ولا عم يعمل ديكار لاشقته فما فيك دغرة تجيب كل شي فرد مرة وتحطيه هيدا هو فأوقات تجيب تابلو بتقولي بحطه هون لأ برجع بغيره يعني بيصير فيه تعديل بالقطعة لأنه step by step هالقطعة هيدا عم تتغير أكيد في كذا مراحل بيقطع فيها الفستانتا العروس تقرر نعم أنا وعم بتفرج على الكلكشن طبعك طبع فستان العرس يعني أكيد على البيتش طبعك لحظت أنه يتميز فستان العروس عندك بأنوسة طاغية يعني أنا صراحة حبيت كتير فستان العرس يلي لبسته نيكول سابة لبست فستان من تصميمك أنت صح مظبوط يعني قدي بسيط هالفستان قدي هيك فيه فيمينيتي بشكل مش طبيعي وفيه جميل مظبوط هلأ برجع كمان كل فستان لازم يكون بيشبه صاحبته فنيكول كانت بدي تعمل فستان من العرسة كان عرسة كتير صغير بقم شريف يعني 80 شخص نعم بدي فستان مش تقليدي بدي فستان سيمبل بدي فستان يعني ما بدي لك سندرلا ما بدي شي كبير بدي شي كتير بسيط شي كتير أنيك وكان عملة لون فقط رحنا أن تكون اللون دهبة بمعنه هي ثمرة وشعرة أشعر وبيلبق له هيدا اللون عملني بطريقة كتير فامين كتير إذا بديك سكسي بس بنفس الوقت كتير مستر إنه كان فستان بسيط وحلو كتير وهيدا الشي اللي هي كنت حاببته يعني أنه كأنه فستان إذا بديك إذا نعمل غير لون لنلبس فستان سهرة طيب بفستان سهرة تانية في زخرفة أوقات زخرفة كتير ودرابي وفخامة يعني بتستعمل كتير تول وبرودري وهيكي وتفتا وتطريز الحلو بيلفت نعم شو كمان بتخبرنا عن هالموضوع كيف يعني مصمم واحد عادة أنا بتعرف كل مصمم تعرفوا عنده ستايل معين يعني أنت في عندك أكتر من ستايل واحد رح أقلك شغله أنا عندي ستايل واحد يعني اللي بيشوف قطعتي بيعرف أنه هيدا قطعة ترامي بس أكيد ما فينا ضلماشي على نفس أنه أنا بس بطريز أما بس بعمل درابي أما بس بعمل هيدا القصة لأنه بنتيجة واحد بده يطور حاله بده يرده أكتر من عمر بده يرده أكتر من زوء فأكيد أنا وقتها بيشتغل التطريز بيشتغل على طريقة تفكيري كيف أنا بشوف التطريز إذا بدأي شتغل الدرابي بيشتغل على كيف أنا بحبه فبالنتيجة إذا بتشوف الدرابي لحال والتطريز لحال والقصات الغريبة لحال بتحس فيهم صلة وصل كلهم في ستايل واحد بيشمعهم طيب كمان مع كل هيدا كل يلي بيلبسوا من تيابك بيقولوا إنه تيابك مريحة أول شي حتى شو ما كان فيه درابي وفيه شغل بيكون الفستان مريح تاني شي مريحة يعني بتعطيهم إحساس إنه الفستان هيك عم يضحك مبسوط وبعدين إنه دايما على المودة وحتى أوقات بتوصل إنه فيها المودة لحد الجرأة يعني بتكون المودة غريبة مزبوط ومن أكتر يلي عم يلبسو لك النجمة ميريام فارس أكيد بلبنين كانت بي بلبنين كانت بسيليبريتي دووتس سيليبريتي دووتس مزبوط لبستة ثلاث قطع ثلاث لكات من عندي ورجعنا رحنا على دبي كان نعرس بدبي ورجعنا عنا تصوير كان بدبي نعم هيدا من جمعة تقريبا نعم طيب نحنا رامي بدنا ناخد أول استراحة شو رأيك نسمع ميريام فارس بأغنية أكيد ماشي براحتك يا أخي مصلحتك شوف إزاي أنا حقلق راحتك أنا حقلق راحتك ماشي براحتك يا أخي مصلحتك طب شوف إزاي أنا حقلق راحتك أنا حقلق راحتك شفت كتير منك وحفظتك ما مباين سيّد طبعا شفتك كير منك وحفظتك مهو باي بس السيد طال عايز تحبس روحي في قلبك لا 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 يا حبيبي ده باطل ناشف رحتك لغي مصلحتك شوفي السياء انا حقل اراحك انا حقل اراحك انا اللي حقيزك بس جرحتي وخلي العالم كله بسرتي بص يا قلب انت واتفرق بص وتفرق موسيقى 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 رامي قاضي بالعودة لورام نعرف انك اكتشفت موهبتك وشغفك بوقت كتير مبكر شو بتخبرنا؟ هلا الوقت اللي اكتشفت فيه بعد ما فينا قليك قامتين لانه كنت عمر كتير 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 صغير يعني ما بفيه قامتين مش متذكر عيونة بس فيق انه انا فتحت عيونة على كان عنده ابهار بالقلوين وبالقمشات وبالسكاربينات وبالجولر يعني فوت على الجولر يشوف الجولر تبع امي بغير ليه هون ونقيلة تيبة يعني كنت بعمر كتير صغير بعمر كتير كتير صغير يعني بعمر اربعة خمس سنين واما كانت تترك لك مجال يعني انه حست بها الموهبة وتخليك تتدخل بتعرفها لا عمر اربعة سنين يعني ما فيه ان يحس بها الموهبة بس كنت اكيد يخلوني كنت انا افرض حالي انه انا بدي ادخل وتطورت هاد الموهبة لانه اكيد صرت ارسوم صرت يعني روح على الاشياء الفنية نعم فاكيد هاد الشغل تطورت وهن يعني حسوا فيها قدي دعموا لك هن هالموهبة اكيد هن لو ما اهلي انا كنت واقفين حدي وهن دعموني وهن خلوني فوت على الجامعة ما كنت انا اليوم وصلت لاوين ما انا يعني سباشيلي انا وقتا كنت بالترمينال ان قبلت بانري بوانكاري اعمل ما تسوب يعني كان عندي اذا بدي انا عندي خيارين واهلي كان عنهم خيارين انه يعني يا بيقلولي لا بدك تروح لهون يا بدك تروح لهون فهن قلولي انه هات الشي بيرجعلك ومنشاجعك تعمل فاشن ديزاين حلو واكيد لو ما من اهلي ما كنت انا وصلت لالانا في يعني بالالفين وخمسة انت دخلت على الاسمات بيرود واتخرجت بتفوق بالالفين وثمانية مزبو صحيح طيب نحن اليوم ببداية الفين وثلتعش يعني فينا نعتبرها فترة زمنية ايسية انت كيف بتفسر ما شاء الله يعني هالنجاح هيك الصاروخي لايك هلا انا بالنسبة لأيلي بسمعة كتير من كتير عالم انه اه افزت افزة كتير كبيرة ونجاح صاروخي بس انا بالنسبة لأيلي انه صارلي اربعة سنين متخرج من اول ما تخرجت لهل عم بشتغل كتير عحالي عم بشتغل كتير على كل فشخة اعملها تكون فشخة اما كل خطوة اعملها تكون خطوة كتير سابتة يعني بعتقد انا هلأ اللي وصلت له اجري بعضا على الارض مسبت بالارض اذا بديك ما غرك يعني النجاح لا يعني بعدنا عم بطلع بطريقة بالنسبة لأيلي تدريجي يعني فيه اجيال كتير عرضات واجيال كتير اشياء بارك كنت وصلت فيها هلأ اليوم انا عم بعرض بباريس مع اهم المصممين بس انا مقبلت لانه حاس حالي ماني هلأ رادي انه اقدر اخد هايدي التجربة لانه مش هي مش قصة ابداع ولا قصة هي قصة بتصير في وقت تفوت بهيك دومان صار عنديك بزنس اكبر من ما انا فيني اتحمل صار فيه مفروض يكون فيه اكتر موظفين صار فيه بدي يكون فيه ادارك اكبر يعني صدت عن جد يعني بس بس قصة فنية بدي تصير قصة كتير ادارية وقصة لماركتينغ وقصة بي آر يعني فتت بي بزنس كتير كبيري كتير كبير بالنسبة ل يعني انا هلأ ما فيني اهدمه يعني بدي شوي شوي يعني كيف هلأ صرت معروف بالسوق واشتغلت انا على البزنس سايت طبعي فبدي شوي شوي يعني بدي شوية وقت كمان تقدر توصل على هيديك المرحلة ومكن حالي على المرحلة الاكبر طيب رامي اذا بدك تعطي رسات للمصممين الشباب تعرف انت قديش اليوم فيه اقبال على هيدا الاختصاص هلأ فيه ناس بيكونوا موهوبين وفيه ناس بيكونوا اقل موهبة بس اجميلا للي بتكتمل فيه كل المواصفات ليكون ناجح اذا بدك تقدم له هيك رسات شو بتقله كيف لازم يشئ طريقه بعالم المودة شو الاشياء يلي لازم يعني يعملها وشو الاشياء يلي لازم يتجنبها لايكي هلأ ان كان انسان موهوب ولا مش موهوب بحس هلأ الديزاينر الجداد صار فيه كتير اول شيء ديزاينر جداد وصار فيه كتير كمبيتشن بالسوق بين ديزاينر جداد وديزاينر قدام يعني فيه كتير كتير ديزاينر بس اللي انا عم شوفها وهذا الشيء كتير مؤسف انه واحد بيكون بعضه مخرج من الجامعة بيشوف توم فورد بيشوف فالنتينو بيشوف ارماني كيف عايشين بفكروا ان هاد الحياة هي بس صور واشي حلوة وبدنا نلوص وبدنا نكون شكلنا حلو وبدنا نعيشها بس ما بيعرفوا انه هولتا وصلوا للمرحلة اللي هن فيها وحتى لبهلأ هن وصلين بالمرحلة انه او قد بناموا بالاتولياء بيفرشوا على الارض وبناموا بالاتولياء هول العالم اللي هن بيضلوا الكاميريات ورانا هون بيضلوا عانا وعم تلحقون واحد بده كتير يشتغل على حاله بده يضلوا نجري على الارض تا يقدر يشق طريق صغيرة بين هال الاسماء الكبار اللي هن اخدين الساحة كلها فالواحد عن جد بده يكون كتير متواضع بده يقبل مش يتكبر على ها ويشوف حاله على هون وانا احسن واحد بده يدل يقول انه لا انا مني احسن واحد حتى يقدر يوصل بعض لابعض وابعض وابعض تا يقدر دايما انه يتقدم ويحسن من مستوى شغله طيب اليوم رامي عندك بوتيك واتوليي بس قبل ما توصل لهون اشتغلت عند مصممين كبار بلبنان صحيح؟ انا ما اشتغلت عند مصممين كبار لانه ما لحقت اشتغل عن مصممين كبار انا اللي وقتا كنا بالجامعة بالسيف كان في فدرة استاج فالستاجات اللي انا عملتن كانوا عند جور شقرة وكانوا عند ربيع كايروز مرتين عملت عند ربيع كايروز مرة عند جور شقرة والبروجيه دو ديبلوم كان الوقت اطلع للبريد الجوري كان مترقسه اكيد كان في جور شقرة ولي صعب كان في جور شقرة وربيع كايروز وكتير مصممين كوي كان مترقس البرزيدان الجوري كان اللي صعب اهه اوكي واخدت انت بوقت اخدت انا البري داكر طبع الجوري يعني شو تأثرت من جور شقرة طالما عملت فترة استاج عنده شفت عن جور شقرة انا ما كتير بقيت عنده بس انا كتير بحب ستيله شفت شوي كت اكتر بالاتولي كتشوف شوي كيف يشتغلوا قصاتهم كيف يعني كيف كيف هني بخلصوا قطعة عرفت كيف وهذا الشي مساعدني لهلأ يعني كيف تتخلص القطعة لان انا عادت تقريبا عندهم اعتقدش شهر فكت عام شوف فساطين اعراض كيف يعملوها كيف واحد لازم يلقط يعني شو ما يشوف يخزن عنده عندك هال اه اكيد طيب ربيع كايروز هلأ ربيع كايروز اخدت منه كتير لانه ربيع عادت عنده عملت مرتين استعجين عند ربيع وبعدين ربيع وقته كنت عم بتخرج هو كان عامل المشروع ستارتش هو طالح حجار وقال لي تقدم عليه وقدمت عليه وانقبلت كانوا بدون يساعدوا اربعة يونج ديزاينرز اهه حالو وانقبلت بستارتش كنت ازا اصغر واحد ومع سوليدار يعطونا بوتيك بالصيفي فيلج انت نقدر نعرض ضد عطنا فهيك يعني انا ما كنت بتخيل ان انا ضغري رح بلج بس هيك صارت بدايتي يعني حلوة هالفرصة انت لقت حلوة كتير طيب وقفة تانية ومنرجع منتابع هاللقاء الشيق مع المبدع مصمم الازياء اللبناني رامي قاضي يا تسأل لي حبيبي من مثلي بحبا عندك تلا إلجاب لو تسأل قلبك مين مثلي اللي مين يا تادي كان حبك من سنين يا تادي نعشوقي والحنين يا تادي ويل ويلي احيوان يا تادي لا تسأل لي من اللي بوا ما عندي غيرك بقلبي وانت اللي بوا لا تسألني لا من اللي بوا ما عندي غيرك بقلبي وانت اللي بوا